في 2003 لعبنا المباراة أول سوبر لينا مع عز الزمالك وكانت مباراة 0-0 وخلص في ضربات الجزاء وده كانت مباراة مهمة جداً وعايزين نشوف كمان أول تشكيل للنادي الأهلي يعني فيه أول تشكيل سوبر للنادي الأهلي فيه صورة للفريق اللي خادت بطولة دي كان الفريق جميل أول كابتن محمد فضل كابتن الجمعة كابتن هاني سعيد كابتن رامي سعيد مجموعة كبيرة جداً وكادبط كجميلة جداً للعب أهي كابتن محمد فضل كابتن خالب بيبو كابتن وقال جمعة كابتن سعيد كل نجوم الكبار هذي خشبة كابتن جلبرت ورامي سعيد الكابتن محمد عمارة الكابتن عصام الحضل فرقة تقيلة وأسامي تقيلة دي أول فرقة مسئلة النادي الأهلي في 2003 عشان تاخد أول سوبر للنادي الأهلي وقال له فاتحة خير بقى سوبر وفتحنا احنا ما نخش في أي بطولة واحنا فتحنا حقيقي يعني فالك كبير بيننا وبين أقرب منافس لنا بتعدد المرات اللي حصل فيها فتحنا 11 مرة وأقرب منافس لك أربعة 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 والبطولتين اللي هم يعني حصل فينا تقوم معهم كثبوري كان بضربات الجزاء والفرقة المنافسة لنا ما خدش بطولة ما خدش المباراة في الوقت الأصلي كان كل مرة تاخد ضربات الجزاء لوقت الإضافي احنا كل بطولاتنا ما شاء الله دا تتكلم عندنا يعني وحضرش الصورة شخص حدرتك كاتب يعني تواريخ وحاجات بقى حب أنا أذاكر وأرجع واشوف المجل واشوف المجل واشوف ما خدش بينا واحدة واحدة تاريخ تاريخ منهم كده احنا 2003 احنا شفناها حنكش في 2005 بعد كده بقى كل الأجيال عظيمة لكن فيها علامة الإسلام الكبير أول الجيل اللي بدأ في 2005 جيل يعني عظيم فعلا وبدأ البطولات بشكل كبير يعني فتحنا كلية وفنحنا المدرسة دي البطولة اللي كان وقى الجمعة أحرص فيها هدف في الفوز تمام في الوقت كات ناينتي بلاس تقريبا الزب وقت صعب جدا وقت مبارا مهمة جدا جدا اهي أنا كذب أنا معايا كمان في 2005 شايفين الهدف هو الله أيوة ناس شوفوا الهدف يعني شي كويس إن الكابتن وقى الجمعة النهاردة فين في منتخب مصر ماسك من عضاء الجهاز يستحق هو الهدف كل خير ده صخرة الدفاع صخرة الدفاع وكان العيون صقبة لما احنا قلنا ده في المحلة ده لعيب كبير لا والهدف ده كمان ليه ذكرى العطرة عند كتير قوي من الأهلوية اللي مكانش من المعتاد قوي ان انت تشوف حد من نجوم الدفاع بيسجل أهداف تمام كان هدف مميل وكان ده كانت مباراة الأهلي وإمبي دي مباراة الأهلي وإمبي وكان فرقة ساعتها فرقة إمبي ما شاء الله كانت فرقة بتنافس في الدولة وفي الكاس وفرقة كبيرة جداً وكان زهور بقى فرقة الشركات طبعاً بشكل كبير ودعم كبير ويجيبوا لعبة كبيرة فكانت المباراة دي بقى صعبة جداً مسهلة يعني ما فيش مباراة الصوبر دي بتبقى صعبة هناك على الزعامة ما بين بطل الدوري وبطل الكاس طبعاً ساعات الأهلي كم باخد الدوري والكاس يدوروا على المركز التاني بالكاس عشان يجبوه يعني أنا بستغل لازل كن عابو صوبر ما أنا باخد الدوري والكاس أو يتعمل تأسيبك كده باللعب تددي الأهلي بينه والبعض العبلاء بيتي كده عبدايا وتبقى في حب الرياضة المصرية يعني ده بقى الفين وخمسة وجده بقى الفين وستة برضو اتكرر المشهد ولعبنا مع برضو فرقة جميلة المحترمة فرقة امبي وكسبنا برضو واحد سفر لو عندنا أي حاجة ليها برضو الفين وخمسة الفين وستة الفين وخمسة بقى ابو تريكا بقى أيوة كانت مباراة مهمة جداً جداً وكان برضو امي عندها يعني الحافز انها تعوض تبدأ داخل بطولة برضو فرقة امي من الفرقة اللي وصلت اكتر من مرة للسوبر تلت مرات وده شيء كويس جداً جداً يعني فقى هي أيوة كانت لابو تليكا ده كان في ديئة واحد وتسعين تعريق شو تحس ان المباراة دي تبقى صعبة لان الاهلي في الفترة دي كان بلعب على جميع الاسعيدة يعني كاس افريقيا كاس مصر الدوري بيحاول يحقق الخماسيات احنا الاهلي هنا في مصر بيحاول خماسيات ده وروكاس سوبر وروكاس افريقيا ولسه عايزيني معا كده بقى السوبر الافريكي ده مهم جداً عشان الناس تعرف ان الاهلي من السوبر مصر ناس ده سيد الافريخي السوبر الافريكيا ده بالنتايج معا الكلام ما احنا نقول كلام كتير للسوبر لكن بالبطولة يعني نتكلم بالورقة والقلم احنا بنعمل لا نتكلم السرسرة بتضيع حاجات كثيرة هو حلوة الاهلي وانا بتكلم بطبيعة بينجز بيجيب الاخر اه احنا بمشي وكمان ايه ده شكل مؤسسي محترم طبعا انا انا قاعد في الاهلي بالي سنة وشهرين اهو اول انا اسمع لما دخلت قاطع يعني اهلي جوه شفت فعلا نزام مؤسسي كل واحد عارب دوره ايه مش عاردي بتحدى حدوده انا دوري معد انا دوري مزيع انا دوري مجلس ادارة كل واحد عارب دوره بيقديه ما بيتكلمش على كل واحد بيقديه حتى اللعيبة المحترمة النهاردة معنا لعيب كان بيلعب في الاهل راح في الاهل تانية كل يحترموا التغدير يروح يحترف كان عايز يلعب في الاهل ويكمل حاصل نسيب راح في الاهل تاني يبا زعلان تبتساعد السامير كان زعلان جدا طبعا مش قلب انا لأ انا ازاي انا هروح انا هعمل انا عايز فلوس لا خلاص اتربى في الناد الاهل وحب الناد الاهل ونرجع تاني لبطولتنا عشان ما نروحش بعيد بس انا كل ما اتكلم على الاهل في مواقف كده بتشدني كمتابع عادي كان راجل بتفرج على الناد الاهل انا خش في الفين وليه وسبعة بقى وده كان مطشي الاسماعيلي بقى الاسماعيلي كان زي اسماعيلي فرقة ما شاء الله يعني كان مليان نجوم كبار وفلوس اسماعيلي سمسيمية فرقة جميلة ومحترمة جدا جدا يعني مين كان ابرز نجومه وقتا كابتن سيد معوض يعني في لقاء Roья كان كابتن سيد معوض مع كابتن اسلام الشاطر كان كابتن اسلام الشاطر لسوا راح لناد الاهل وكان قبيناةじ ا Redmi insamaعيلي فلعبوا مع بعض وقدام بعض ده وقدام ده يعني اسلام الشاطر بك يمين كابتن اسلام الشاطر مع كل تقدير والاحترام وكابتن معوض بك شمال فكانت genetically يقبله بعض فكان فصرفتها فالمجلة هنا وهما بقبله بعض كانوا مع بعض صالت ديها بعد كده اللعب مع بعض. ده شيء مهم جدا. وفرق. ومحكبت محمد بركاته. يعني كان. اه طبعا. كان يعني اسماعيلي ما شاء الله فيه فرق. واحكبت عمالي النحاس. ناس كبيرة جدا. اه. ده ماتش ده خلص لضربات الجزاء. اه. خلص اربعة اتنين. وقال لك الاهل يأخذ الصوبر بالتخصص. اربعة اتنين. بالتخصص. شوف كابت محمد حمص. اه? اه. وانا بحب جدا ما جاءتكلم في الاهلي. ما فيش نوع من الحزيزية. بتكلم على كل الفرق. النجوم الكبار وفرق كبيرة. لأ فريق محترم طول عمر الاسماعيلي. طبعا. وعنده تاريخ برضو. طبعا. وكابتن سيد معاود لسه بقولي ههو. طبعا. بيرفع الكرة. اه? وكابتن ايه? اه محمد حمص. اه. وكابتن عسام الحديد كان هو جون. اه. حصل وحصل التعادل وايه? وكسبنا اربعة اربعة اتنين. لا وكلهم اصدقاء. هي الرياضة كده. والاهلي بيدي يعني بيدي كده رسائل حلوة. اللي حواليه. لا والجيل ده كمان كل اللي عبته الحقيقة غير غير امكانياتهم واحترفيتهم. لأ تقالهم. ويعني جيل مميز اوي. طبعا. طبعا. بعدين احنا بفرحانين. واحنا عايزين فرقة كديرة تبقى تنزل بالدورة ولا فرقة تبقى ضعيفة لا. هي المنافسة عايزة يعني فرقة قوية. طبعا. انت مش هتنفس نفسك في الاول في الاخر يعني. فين المتعة. ما اغلب الفرقة ما شاء الله يا سيدنا هون. اغلب التاريخ النادر الاهلي. تلاقي ما يكون بطولة كبيرة اول الفرقة كلها فيها نجوم وجامدة. الاهلي كان بياخد بطولة بقدارة. وكان بينعب الفرقة دي كلها وبيكسبها. لما بتلاقي اغلب الفرقة دي تعبانة ومستوانة. المستوانة احنا كمان احنا بننزل معهم. لكن اغلب النادر الاهلي واخدر في حزف كاتل الاندية بتجيب العيبة. طبعا. يعني الدورة السانية هيكون من اقوى دوريات في تاريخ مصر. كل الفرقة بتدعم. وفرقة داخلت وجابت احسن لعيبة. والاهلي لازم يدعم. الاهلي بيدعم كورت القدم بطريقة كبيرة جدا. اللي نرجع. هنا ضربات الجزاء. وكل سمتش اربعة اثنين. كابتن محمد صبحي. اه حارس عبدالله سعيد. صح تابعا? اه. كان مطي ده ضربات الجزاء. كده. الموتوشة دي كانت صعبة جدا. صعبة صعبة. طبعا. ما كانتش بتخرب بسهولة ابدا. الموتوشة صعبة جدا. حتى كان فيه الاهل والزمان كان الاهل اكسب بالتلاتة اتنين. مم. يعني كان. ندية لغاية اخر لحظة. ندية لغاية اخر لحظة. طبعا. لانها على الزعامة.